بيانو أريا إكليما ميلانو المبادرة متاعنا اليوم تخص منطقة ميلانو والهدف منها أن السكان يعاونوا على بلوغ هدف لانوتخاليتي كليماتيك في عام 2050 نحلو قوس صغير لانوتخاليتي كليماتيك هي المبدأ امتاحة خلق توازن بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الممارسات اليومية للإنسان وقدرة امتصاصه عن طريق دي رسورس ناتوريل ولا أغتيفيسيال حكينا قبل برشا على مشاريع تشاركي للعباد بشيحقوا أهداف محلية وطنية اللي يجلب الانتباه في المشروع هذا اللي هو لباك بلان اير كليمات دقة التخطيط والإنجاز أول حاجة لباك تحطب مكوناته على بلاتفورم اسمها ميلانو بارتيسيبا في المرحلة الأولى بين جويليا وأكتوبر 2020 تعمل انكستيونير اشو مولتيبل باش البلدية تقيم مدى فهم العباد للمسائل الخاصة بالتغير المناخي والتنمية المستدامة 7500 عبد جاوبو ونتائج تحطو ببليك مو على البلاتفورم المرحلة الثانية من أكتوبر 2020 لفيفري 2021 أربعة مخابر متجولة كل مخبر يحكي على تام دخلوا فيهم 180 جهة من جمعيات وبلدية وتسعة اجتماعات لموا 2500 مواطن صاروا وخرجوا في ظرف 45 يوم 486 أكسيون الأكسيون هيدهم يمشيوا من حاجة بسيطة كما أنه كل مواطن لازم عنده عدد معين من الأشجار حسب المساحة متعجنين اللي في داره الأكسيون ما أكبرتو صلحت التشجير غابات ومساحات خضراء المرحلة الثالثة حتى الميه 2021 كانت مرحلة التنفيذ والرابعة اللي ما زالت ممتدة وتوفى حتى عام 2030 هي متابعة المشروع مشروع بيانو أريا إكليما مشروع إينوفان يختم على مواضيع دكتشواليتي ويمكن أكبر عدد ممكن ملعبات من مختلف المستويات إنها تشارك في إنشاء إنجاز مشروع وطني مشروع صغير على نتاق جهوي صحيح أما عنده تأثير كبير على قرارات برشا في مناطق أخرى في إيطاليا إن شاء لنهاركم زين